نذهب إلى تشكيل منتخب تونس جلال أدري من المدربين التي تتجه أيضاً لطريقة 4-3-3 أعتقد أن أقول تشكيل تخيولي لمنتخب تونس لمنتخب تونس لدينا بعض العناصر التي نعرفهم نتحدث عن ديلان برون سيكون مساك في حراس المرمى سيكون موجود نتحدث عن الطالب يكون جنب ديلان برون نتحدث عن دراجر ممكن يبقى هو في الظاهير الأيمن أعتقد علي معلول أو بن والناس هيبقى واحد فيهم هو اللي موجود الظاهير الأيصر تبص الملعب بقى عندك كتير قوي ممكن يلعبوا الحتة دي محمد علي من الرمضان ممكن بنتكلم في الفرجيني ساسي ممكن بنتكلم في العيدوني كل ده يقدر أن هو يلعب في المركز ده يمكن يوسف مساكني أعتقد هيبقى هو في الجناح الشمال سيف الجزيري بالنسبة كبيرة جداً هيبقى هو الاسترايكر ممكن بنتكلم في سليمان هيلعب هو الوينج من الكلام أنيس بن سليمان ممكن نشوف بعض العناصر تدخل ممكن وهب الخزري يبقى موجود مع منتخب تونس وأتوقع أن هو ممكن يلعب مثلاً على أنيس بن سليمان ويدم شوية في نص الملعب ويقدر يشتغل في الحتة دي عشان يعمل كثافة عددية في وسط ملعب تونس أتوقع أن منتخب تونس ممكن يفاجئنا ويحاول يخطف بطاقة تقاهل إن شاء الله في المجموعة الرابعة بإذن الله